السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي نتمنى تكون بخير على خير وفي أحسن الأحوال القنصلية المغربية في تونس تدخل لإزالة خرقة البوليزاريو من إحدى المعارض بتونس صريحات رائعة لمساعد المدرب المغربي عموتا بعد تأهل تاريخي للمنتخب الأردني بكأس أسيا ودول ساحل تقبر رسميا مشروع أمبوب الغاز نيجيريا الجزائر على بركة الله نبدأ بموضوعنا لليوم ولكن قبل رجائي منكم انكم تدعمونا بلايك دعمونا كذلك بالاشتراك وما تنسوش الإخوان كتابة باش نشوفوا الأراء ديلكم والارتصامات ديلكم فعلى بركة الله نبدأ بموضوعنا لليوم وقد نبدأ بتصريحات رائعة لمساعد المدرب المغربي عموتا بعد تأهل تاريخي للمنتخب الأردني بكأس أسيا مبروك مبروك يا الحباب مبروك وشكرا شكرا بزاف بزاف على الدعوات الحمد لله رب العالمين انصفنا وشرفنا يعني الأطر الوطنية المغربية الحمد لله أن أبناء الوطن انهم يدخلوا الأردن للتاريخ أول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية المنتخب يصل نصف النهائي إنجاز غير مسبوق سام فيه الكل وشكرا للمساندة والدعم للزمهور الأردني في هذا المباراة وطيلة المنافسة شكرا لكل من دعا معنا بالتوفيق شكرا لكل من أحبنا وأحببنا شكرا على مجهودات اللاعبين والأدقم التقنية والإدارية والطبية أن إن شاء الله أن القصة تستمر والأفراح هنا بقطر صراحة تذكرنا بأفراح المنتخب المغربي في كأس العالم الحمد لله أبناء المغرب يتعلقون يجتهدون يقاومون ويعطون الدروس والعبار على أن التفاني في العمل والإخلاص وحسن النوايا تعطي النتائج بتوفيق من رب العالمين أتمنى لكم أحبابي القرام صحة وسلامة وعافية ومزيدا من الدعوات حتى نصل للحلم إن شاء الله كيستمر النظام العسكري الجزائري في تدخل في الشؤون الداخلية والساحل وكجسد تدخل هذا النظام العسكري الجزائري واللي كيتحكم فيه أو اللي كيتحكم فيه المؤسسة العسكرية في تونس في السنوات الأخيرة في تجيح قيسوس رئيس تونس على الإنقلاب على المصار وقراطي بتونس وقزج بعدد كبير من المعارض ديالو بالسجون ودفعه إلى تبني نهج معادي للمملكة المغربية الشريفة وكما شفنا سابقا استقبال والبن بطوش داك الاستقبال الرسمي على أساس أن ابن بطوش رئيس دولة وهمية وخلق أزمة مع المغرب اليوم كنشوفو قيسوس كذلك سيردخل للنظام العسكري الجزائري وقام بتخصيص واحد الجناح خاص للبوليزاريو في معرض فاقس للصناعة التقليدية والحرافية لكن غير سوائعات هذه توصلنا بخبر عاجل من جاريت الاسيس بريس نقلا عن مصادر ديبلوماسية مغربية كتقول بالقنسولية المغربية بتونس تدخلات صباح اليوم فيما يسمى معرض فاقس الدولي للصناعة التقليدية حيث احضر النظام للجزائري هاد المرتزقة ديال البوليزاريو هاد الانفصاليين ودارهم على اساس انهم كيقدموا صناعة تقليدية صحراوية ومعهم ديك الخرقة ديال مرتزقة البوليزاريو كيما كتشوفوا في الشاشة قبل ان تتدخل المصادر الدبلوماسية المغربية في تونس والتي قامت بازالة هاد الخرقة من هاد المعرض وبطبيعة الحل السلطات في تونس مازال قيسوس كي يعلن العداء الواضح للمغرب وللوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة وهذا داليل على ان الدبلوماسية المغربية رخدامة وحتى المصالح ديال القنصلية المغربية بدولة تونس رها اخدامة لانها تدخلت على وجه السرعة ولحت هاد الخرقة بعيدا يعني حيدتها من هاد المعرض الدولي بهذا النظام الاسكري الجزائري دائما كي بغي يرجع رسو الواصع لدول الساحل وكي بغي طوقهم لكن ما عرفش بليه ورا كي طوق نفسه بنفسه ومن تدعيات عزلة الجزائر انتفاضة مالي وانتفاضة النجر الى ما يسطر منهم من مواقف كتمس الكارامة ديالهم للمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر واللي كان مخطط نناقل الغاز الطبيعي من نيجيريا الى اوروبا عبر الجزائر والنجر بيئة طبيعة الحال فبعد قرار ديال دول الساحل يعني دول الساحل الثالث اللي هي مالي نيجر بورك نفسه واللي هو انسحاب من المجموعة الاقتصادية ديال دول الغرب افريقيا الاكواس هاد شي كيعني نهاية هذا المشروع واللي كان كيواجه صعوبات مستمرة وصعوبات كثيرة لعدة سنوات فهنا يجب الاشارة انه خلال جلسة النقاش على الامن الطاقي في قمة ايطاليا افريقيا اجددات كذلك الجزائر وعلى لسان ديال وزير خارجية الجزائر احمد عطف طلبها من الشركاء الاوروبيين من اجل دعم هاد الخطة او هاد المشروع ديال انجاز مشروع امبوب الغاز نيجيريا الجزائر بهدف زيادة تدفق الغاز على اوروبا وكذلك تعزيز موقف ايطاليا الى قطب طاقي فرغم دالك رغم كل هاد الاغراءات لكن ايطاليا او في شخص جورجيا ميلوني جهلت هاد المقترح الفاشل من الجزائر او من احمد عطف لانه بكل بساطة عارفين بلي هاد المشروع محكم عليه بالفشل وعارفين بلي المشروع اللي غدي يرى النور هو المشروع النجيري المغربي لاوروبا يعني مشروع الذي سيرى النور اللي مون مئة في المئة اشارة فان جورجيا ميلوني في القمة ايطاليا افريقيا قالت بلي غدي يمولو او غدي يبنيو واحد المركز ديال التدريب على الطاقات المتجديدة في المغرب وكذلك رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز اخنوش قال بان ايطاليا مهتمة بالطاقات المتجديدة في المغرب واكد حتى الاهمية هي المشروع امبو بالغاز واللي غدي يكون مابي المغرب النيجيريا اذا اخواني اخواتي هات شكايبيا باللي الدول اوروبية وحتى ايطاليا غدي نشوف ايه استثمار ايطاليا في هذا المشروع وكذلك حتى بعض الدول اوروبية واللي غدي تمول هذا المشروع ولكن المشروع النجيري المغربي لان المضمون في المائقة مضمون 100% باللي دكرا مشروع عراء غدي ينجح المغرب جغرافيا وتاريخيا حلقة تواصل بين افريقيا وأوروبا والعلاقات المغربية الغربية را كلها بنت هذا المنطلق وأي تقارب ما بين المغرب وإيطاليا فالأهداف دياله اقتصادية تستفد منه افريقيا وأهل أو دول افريقيا فإذا إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا فتحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة شكرا كذلك لدعم ديالكم المتواصل فما تنسوش أنكم تدعمونا بلاي لايك ما تنسوش أنكم تبرتجوا هذه القناة مع الأحباب مع الأصدقاء يعني عبر الواتساب عبر مواقع تواصل اجتماعي كنتم في رعاية الله وشكرا للحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته